تبعاً لجلسات الاستشارية هذه حول أراضي بيت الكبير ببني خيار ندعو لتحيين القائمة الانتخابية الخاصة بأراضي بيت الكبير وذلك الافتتاح عملية تحرير القائمة الانتخابية انطلقت برامو هذه العملية إلى غاية يوم 29 سبتمبر 2017 بمقرر معتمدية ببني خيار أي مواطن خياري موجود في إحنا قيئة احنا عملنا قائمة فيها القاب الخيارية اللي تنبثق من الكراسة الموجودة في أول انتخابات صارت للأراضي هذه الأول انتخابات هي الأراضي هذه توجد برامو من عام 1946 وأول انتخابات صارت برامو في 1960 معاناة الكراسة هذه أي بشيق عطا حينها احنا دعينا اللي الناخبين هذو ما يكون عمرهم فوق 18 سنة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شهادة في ميدان معين وعلا عنده شهادة بصفة عامة في تكوين في ادارة المشاريع ولا حاجة كمان حكما يعطي نجم يتقاي يتفضل عنده فكرة متع مشروع اه عنا مستشارين معنا مكلفين بالقروض عنا زاد مستشارين مكلفين بالتكوين في وسط في وسط الشركة في وسط في الاجونس ينجموا يعاونوا لباعة المشروع وإلا زادة اللي عنده فكرة هل يجوزت عنده فكرة ولا عنده برشة افكار ويحب يلوج منهم حاجة اللي تمشي اكثر معه احنا نجموا نعاونوه نحطوه حتنية ونشوفوه معا انتهم بعد راود دي ما نقولها راود تمويل مش هو المشكلة الوحيدة معتها اه فما عباد معتا عندهم التمويل ما الفكرة ما زالت فلو ما زالت ما هيش واضحة دونك احنا في تأسير نحاولوا باش الاسحابة ذوما للشهايد والاسحاب التكوين في مجال معين هلي نحاولوا نرافقوهم نحاولوا ننحدوا معاهم مش هو بالضبط ينجم يعمل اه وكيفاش نجم يتحصل على اقل مبيه فما الهنية فما اللي مثلا الانتلاق في مشروع وفما اللي مثلا بدي المشروع بعض طلب زادة تكملة اخرى باش يزيد طور المشروع متاعه فما في بلي ثلاثة انواع متع قروض اللي تم سناده في شركة تكسير عنا احنا ثلاثة انواع متع قروض عنا بداي عنا قرض قرض انتلاق من خمسمائة دينار حتكش ثلاثة الاف دينار عنا قرض تنمية من ثلاثة الاف دينار يثمانية الاف دينار وعنا قرض توفيق من تمانية الاف explores not الاتف corrent شاو ما اللي بخدوية معناتها اللي عننا ارتفاع انواع القروض اللي عنها نصندوهم للاصحاب المشاريع وإلا الاباد اللي عندهم فكر متع مشروع وانيو إن شاء الله باشي يبعث المشروع الخاص نتعوه. تطلب مستوى تعليم معين ولا? لا معناش احنا في تيسير معطا ما نطلبوش معطا كيجينا لك اليوم ما نحدوش اسكو معطا عندوش هادة ولا ما عندوش هادة وعلى ضواذايا باش ياخذ قرض ولا ما ياخدش. معطا معناش. بيه اه نمشي سعاد المناعي يبعث مشروع او في تعامل مع شركة تيسير مرحبا بيك على غاجمات سعاد لكن تحكينا على تجربة متاعك مع شركة. تجربتي انا مع تيسير اول مرة. طبعا عندي ثلاثة سنين محسوب معا. بديت مشروع صغير. بشي بشي يتطور بديت. فيش يتمثل المشروع. مثل في فريب. بديت الحمدول لا مريش منو حتى اشكالية نخدم. قديش خديت القرض من اللول? من اللول خمسة ملائة. طولين خمسة. بديت بهم. خدمت. خلصت في القرض دولاني. حتى اشكالي ببيناتنا. ونعود للقرض الثاني. بلا نعود للقرض الثاني لحق باك العامة ذاكة تطورت الحلل تحانو الثاني. تأثيث مستعمل. نخدم بهم نصد. والحمد والله. مريش منو حتى اي اشكالي. بالنسبة هما ارحم ملبونك. بانك وثيقها ياسر. تعبها ياسر. قريب يقول لك المرة والذر يحط مضامة. حاجة الثانية. اللي عندك يتمشي ياسروا لك الامور. ما يخلكش معسرة. لا يجيب كده لا يجيب كده لا يجيب كده. وفيه تقترح عليهم انت مشروع. وهما يوافقوا. يجي يشوفوا المحلمتاك. يشوفوا اشنو خدمتك. بعداش يعطوك. ما عندي حاطة. والقرض انتحن فيه ساعة في ساعة سيومين. بتاع الجمعة تلقى وروح وكمور كوات. يعني يساعدني كاك. يعني كرا روح ينجح في مجال. بتاع تجارة. معها صحيحة. يساعدني باش نتعامل معه. اه. قدم يزيد يكبر مشروعي قدم هم يزيدون. الحق قالولي اشتحب تاخذ خوف. اه. انا قد تلم بالنسبة مدام تقول اموري انا ميسرة. الحمد لله يا ربي. ناخد الحاجات اللي هي حاجتي باية خليلة مشكلة. والحمد لله يا ربي. قد يشترجع كل شهر تقريب. دي سان سان كون سان قدين اربيه. اه. بلنسبة في الكمارس ميت عالمش كيف واحد شهار كيف حالك تمارس. نجم يجوك في الجامعة يجوك في نهارة لمدن. متحكم مش عالخدمة كيفاش. اما تلقوا روحك ميسر امورك. مكش شكل مضغوط. مكش تخمم. هاو كاذي. هاي بانك هاي واحد. ليه تبدو امورك على راحة. حتى في مثلا كيجي مش تخلص. وفيتك مثلا انجور. اها. عالوقت متاح. بيغطوك حط الكات سانك جور سيس جور. بالنسبة ثم اخرين. اللي متخلوش. ما انه متخدوك عاد المنافذ يمكنو قريب بعض كعاد المنافذ يكلمت خمسين مرة تالي فوق. امه. وكاكي ميسر عادش مكتعرفي خاصة في كومارسل بسبدو المخرش. سي محمود فاماش كل اللي مثلا اللي يكلمكم يقولكم اي نجم بتي خلص الشهر هاذا بتي خلص الشهر الجاي ولا. بصبت واحنا ليه حاجة معناتها نتفهم وفاهم على الحريفة متاعنا من اللول. لأ مثلا فاما الظروف اللي جيه مبخوفيست معنا ما كان الشقاري الحساب وجيه شهر هاذي مثلا امو وممشيت مثلا. اي واحد في الدنيا انا واحد من الناس معانتها الراروحي معانتها نتحط في سيتيازيون كي من هكو اي واحد فينا معانتها اللي عنده مشكلة جيوز تحنا نحبه كالترانسبارانس الشافافية بينا وبين الحريفة متاعنا. هي كلمنا من قبل بنهار ولا نهارين راني عندي خلاص غد ولا بعض غد. راني عندي ظروف معينة باش نبطة شوي. مفهمة حتى مشكلة. معناش معناتها ابخطوه احنا الغولاسيون بتاعنا تبنيوه فيه على انطاغ. معناش مبناتنا ليشيونس ولا مبناتنا خلاص انتعقر ذكاو. سي محمود حبيت نسأل حاجة مع معناه تخموه كان تعطيوه قروض للمشاريع معنا ما تخموهش نهاريخة تولي قروض شخصية معناه والي بتبقى كان للمشاريع فقط. لا من اول نهار تيسير بدات فيه معنا تالا اكتيفيتين تاحها عنا بخنسيب مع تواضح للنس الكل اللي احنا القروض متاعنا ما نعطيوها كان لاصحاب المشاريع. مشاريع الصغر. احنا خاطر الاتجاه متاعنا كرياسيون تريشيس. باش نعاونوا العباد باش العباد تخدم و تزيد تخدم وتربح وتربح العباد معاه. معناتها احنا ما عنا حتى اتجاه و حتى نية باش نوليون مولو معناتها اللي عندو حاجتو باي كريدي معناتها الاو كونسوماتيون كما يقولوها. باش يشري تالف زي الاستهلاك ولا باش يشري من عرشنا موبل ولا حاجة شخصية اللي هو اللي حسب رأي ما تعود بالنفع كان علي هو. ويلزمكم معناتها دراسة المشروع متاع البروجيه اللي بش يتقدم يلزم يتقدم لكم مرة لولا تعرفوا رونتابل ولا يلزم يكون معناها و الا اي دراسة متاع مشروع تقبلوه. لا ما نقبلوش اي دراسة معناتها بتبعت الحال عنا مستشارين مكلفين بالقروض هما اللي عملو معناتها الليتود صغلوا مخشيه زادا راو الليتود متكونش كان ورقة كهو اي واحد فينا ينجز ميجيب بلون بغفية ليش حبيت نعرف معناتها معناتها ميحنا راو ندقوا في الوراق بطبيعة الحال ميزادا ندقوا عالميدان. نشوف المنافسة نشوفه شكون بحثيه شكون مش بحثيه هو هل سيطر بيان جيري البروجه ينتعوه إلا لي؟ خاطر نعرف بارشة دي كونكوران معاكم وكم في الحكاية تلزومة يدقوا عالوراق ومبعد يندموا يعني يدقوا يجيبوا دراسة المشروع على ورقة ومبعد يتلحوا لورنتابل في الورقة ملا على الميدان تكون حاجة اخرى نحنا راو الفرق بنا وبين البنوك اللي احنا للسغفيس اللي پرسوناليزيه معنات احنا راو اكثر و احنا اقرب من البنوك للميدان واقرب من البنوك للحريف معنات احنا نتنقلو نمشيو حتى معنات ندورو في الولاية الكل نشوفو المشاريع نشوفو المنافسين نشوفو حتى ساعات معتا كنمشوو نقابلو حريف نقابلو زاد المزود نقابلو الحريف متاعوه هو معتا ناخذو فكرة شاملة على المشروع قبل ما نمولوه سيم حمود فهم بعض المشاريع اللي فشلت؟ بطبيعة الحال ايه ولا ايه خلنا ناخذو فكرة على المشاريع اللي فشلت عماتوا معاها انتوما كشركة ربحية بالاساس بحكم انها ما تنجم تواصلو ما يكون عندها نفسك ما تربحوش احنا راو الريسك معناتا راو موجود في المشاريع الكل احنا في تيسير معتا نحاولو ناخذو اقل ريسك شمعناها اقل ريسك معناتا اقل برو جيه عرضه باشي فلس عرضه المشاكل وهذي منين جيه هي الاكثرية المشاكل رايه ديما المشاكل يجيه من بعث المشروع وهو بيتو معناتا كي تبدأ راو فيه مشكلة معناتا ما يعرفش يجيري فلوسه ما يعرفش يستحفظ ما يعرفش نيجوسي معلي فغنسوك في سوم ولا ما يعرفش لمكريديات ومن عند الحرفة متاعو رايه ذيها مشكلة كبيرة مي حاجات اخرى دي فوقس ما يعرفش انا كي يصير فيضانات يصير جفاف يصير حاجة اذا طولي معتا لساكتوغ الكل ينجموا يتعرضوه وينجموا معتا تصير فيهم مشاكل نحاولو باش ما ناش ناقفو فهم كيفاش تتعاملو معه نسهلو كي راو معناتا للحريف تعرض المشكلة ومهوش نجم يخلص معتا عاي طولو معناتا نتفاهمو معه نقضو على طاولة واحدة نحكيو كيفاش نجم طاوت خلص كيفاش نجمو نخرجو مع بعضنا من المشكلة هيا عامل فايي تسامحني وسايي وفلس ومنجمش يجيري المشروع نتاعو كيفاش يخلصك والله يشوف احنا راو يصير معتا كوميتيك خيدي كوميتيك خيدي اذا على اساسه هو نعطيه القروضة والمرة وزادة يصير في الحالات كي ما اللي كنت تحكي عليهم انتي ما معناتا الحريف يجينا للوكالة نتاعنا نقضو ناس كل مستشار معتا المكلف بالقرض نتاعو المدير الفراع المكلفة بالاكمبانيومو معناتا بالمرافقة والحريف يجي ونقضو الناس الكل نحطو المشكلة شنية المشكلة مثلا كان مشكلة فلوس مثلا يقول نراني طو لاقي فرصة مغان باش نشري سلعة باه يارا وصومها باه النجمو هو مازال عنده قرض النجمو نزيدو نعطيه القرض بالرغم فالريسك بالرغم لأ فالريسك كي ما قدلك معتا الريسك روي فرق الريسك احنا كي قرينا معتا ملول وشوفنا في المشروع ملول مثلا لما نجمشي جري المشروع متاعو ومبعد جيتو وعملتو اللجنة اللي وقعتو وحكيتو هنا هنا كتاب دا المشكلة معناتا في الحريف هو بيدو شوف شنا عمله ووقتا نوليونا التاج والحلول أخرى شنية الحلول الأخرى عن المكلفة معتا بالمرافقة هي تحاول تشوف في الحريف شنو ما الحاجات اللي نجم ينميهم فيها نجم يخرج من المشكلة هذي معناتا بشوية بشوية معتا نكونو في الحكاية هذي ننميو في الحكاية هذي وبقدرة الله معتا نجم يخرج وصارتنا معتا ديكا كما نحكا والحمدول الله معتا ليسانسير ما نقفوش فم ما قروس هيا كهو نمشيو للاتجاه الاخر متاع عدو المنفذة ولا كي ما قادسي عادلة معتا نعملو الاستخياس أكثر من اللي هو عايش فيه بيه نعرف واحنا برش شركات اللي تمويل القروضة الصغرى شنو الحاجة اللي يتميز الشركة متاعكم على الشركات الأخرى نعرف واحنا في ظل المنافسة الموجودة في البلاد وفي ظل عدد الشباب اللي مشيوا تقريبا اللي بحث عن مشاريع خاصة هروبا من شبح البطالة في تونس شنو الحاجة اللي يتميز ولي تخلي شباب يقولك اه بش نمشي لتيسير فدس بش نمشي لأي الشركة أخرى بش خلي حريف يجين اللي نحن عنا ثلاثة حاجات ثلاثة حاجات واضحين على الاخر يعلي احنا الخلاص معتا سمحوني هل الخلاص معتا سمحوني الحريف اه يكون معناته كما كنا قبيلا يكون مدروس اه بطريقة يكون مدروس معتا بطريقة لينجم يكون مدروسة بطريقة لينجم اللي 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 هنجم يكون معناته يغن بوغس ماك تلوس متاعوا كما هو قال مثلا فما حريف في ناجم يقولك انا النجم خلص مئتين تلاثة مئة وخمسين في الشهر اكا هو راني منجمش دينار فوق هكا معتا ندرسوله المشروع متاعو والقرض متاعو على الاساس هذا ثاني حاجة عنا احنا تكنيك معناتها جديدة اللي هي الموبايل بانكينج ما معناتها الموبايل بانكينج معناتها الكليون ولا الحريف متاعنا مش ملزوم كل مرة باش يخلص وإلا باش ياخذ الفلوس القرض انتاعه يتنقل للوكالة انتاعنا معناتها هو في داره على روحه قاعد في وسداره ولا قاعد في وسط حانوته ولا مشروعه ولا أي بلاسة يحل تليفونه معناتها من تليفونه ينجم يخلص القرض انتاعه معتتها هي تكنيك سامبل معتها احنا بشاركه مع ذات البوستة وبشاركه مع مشغلين معاتها متاعف نحن نعطيه ياخذ الكارتة اذيك اي دينار والبوستة الكارتة اي دينار اذيك ماتا ياخذها قبل كياخذ الموافقة على القرض ياخذ الكارتة اذيك اي دينار من بعد لا ياخذ الموافقة ويصير تجلوكاجه متاع الكريدي يمشي الاقرب فرع متاع بوستة يمشي يحط كارتة في الدسخ بيوتوك يجبد القرض متاعه فلوسه ماتا ماتا مش يجين الوكالة انتاعنا ياخذ فلوس في يدو والله يعلم فثنية يطايحه منهم يسرقوهم وله الريس كذلك الكل ومن بعد متا يخذ فلوسهم بعد حتى كيجي خلص يدخل على التليفون واريوه معتا كيفاش نهارة ليجيه صح متعملت فما كود سمبل على الاخر فما كود سمبل الفضل سيني محمود بش نكملوا نحكيوا على عدد القروض اللي تم منحها بعد ما تكمل تواصحنا العملية كيفية معتا كما قلت فما كود معتا يتابيه الكليون على التليفون متاعه خاص بهوه لا 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 كود هذا يخليه يدخل للمنوية مافحة يعطيه الاكسية للمنوية هذه متاعنا ينجم يدخل عن طريقة هي ويخلص معتا لشيون سنتاعه متاع القرض معتا وما يطلبش رائع التكنيك هذي ما يطلبش تليفون معناتها سمارتفون ولا تليفون معين ولا حاج أي تليفون تنجم تمشي عليه مبيهي فما فروع اخران المرمون بشي تنبعثها في عديد الولايات الاخرى ان شاء الله طو هو بخلوم امورة معتا اتخي كورتاغم وطو بخلوم امور قاعدين نحاولوا باش اللبي والطلبات اللي احنا معتا اللي متواجدة في البلايس اللي احنا حالين فيهم ديجا معتا مش معقول باش واحد يحل مثلا في ولاية نابل وولاية نابل ما زالت مهيش معتا معتا ما لابيناش الطالب تالحورة في الكل باش نمشي وننقص ونحلو في بلاس اخرى نوك فما اتجاه صحيح في المناطق الداخلية ان شاء الله نوين باش نحلو وقاعدين طو الاتجاه الاكثرية طو باش ننكبروا باش نوسعوا المناطق اللي احنا حالين فيها مبيهي البجيلي تطاع حتى الطو ولا القروض يتطاع قديش المبلغ المناطق نعطي يفوق العشرين مليون دينار عشرين مليار عشرين مليار ما عطيناهم كقروض صغر من الفين واربعتاش حتى اليوم من الفين واربعتاش حتى اليوم احنا رفقنا اربعالاف فوق معتا انا تتواننا التصوير Ugh خمسالاف اه. باعات مشروع. باعات مشروع. اعطينا فوق الثمانية الاف قرض. اه معتش نعطي النسب احنا فوق الخمسين بالمئات. حتى فوق معتش خمسة وخمسين بالمئة والاكثر. بالملحورة فيهم بتاعنا هما انسان. معتها دفاع. خاصة الحيرافيات. خاصة الاشغال اليدوية. بالضبط. بالضبط كمان هكي. به مثلا فما حاجة اخرى اللي ممكن يحبوا اه يعرفوها. فماشي امكانية مثلا انه الشركة امتاعكم اتخمم مثلا في قروض صغرى. تولي تولي حتى القروض المتوسطة. وإلا ملول الباز هذيك باش تكملوا فيه. والله يشوف اذاي الباز معناتها اللي بدين عليها واذاي البخانسيب مع تنتانا مع تسينون باش نوليه. حتى نعرفنا سولون تطورات اللي قاعدة تصير في العالم وحتى في تونو. سلنا عرفو احنا زيدة برشة ميادين وبرشة اه خريجي جيمعات دكيترا وحتى اه معناها اه تقنين ساميين ومهانسين اللي ممكن يمشيوا للقطاع الخاص اكثر منو باش يخدموا عند المؤجرين اللي هنه يفهم ولا اه معناها هذي البرنسيب وبيش تكملوا في. هذي البرنسيب متاعنا معتها. بيش تكملوا فيه. اه 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 اه. فماشي حتى فكرة انو باش يتم مثلا الانتاغ منو باش يتم التطوير خاص نعرفو احنا دي ما التطور معناها موجود حتى. حتى. حتى في شركة القروض راهو. نتصور نتصور باكش التطور يكون معانتها في النسبة اللي بخدوه هما بيدهم معانتها نواكبوا شوية معانتها التغيرات نجم التحصل في. بالنسبة للحرافة الموجودة بالنسبة للحرافة هما بيدهم ما نتصورش لو كان اه منعرش معانتها بتدخل السؤالة داي نجم وجاوبوا عليه لدارة العامة. اه. بايه اللي سكتور اللي اعطيتوا فيهم كوروض. شنو ما اغلب القطاعات? والله عن التجارة. اه. معانتها سكتور ياسر حي معانتها في في تونس بصفة عامة معان الحراف كي ما قلت سيتك عن معانتها الصغار كي ما ما عشنا طابونا كي ما واحد عنده معانتها يبيع شوية يعملك رفاحات يعمل الهديس العربي يعمل حاجات تزهر يعمل ما ورد حاجات كي ما نهكة معانتها الاكثرية اه معانتها تخنصوماسين الصغار معانتها حاجات كي ما نهكة معانتها للغسطور والالبيتزاريا الكافيه الكل معانتها معاناش حتى ما نجي وش رواحنا في تيسير نقوله باش ننمولو سكتور معين على حساب سكتور معين. بايه تيسير تعطي كين المعطلين على العمل متعطيش الواحد ياخت? اه لا سي نعطيه. اه. معانا انت سمحني واحد يبدأ يخدم اه عنده شهرية ويخدم مثلا في معامل اشتر نهار. واشتر نهار الاخر ما نعرش انا يربي في اه يربي ما نعاش فاعل. هالشي عنده اكتيفيتي اخرى في العشي يخدم فاعل اش ليه? عنده عطار عنده حاجم. انا حتى مشكرا. اه. شكرا لك سيمحمود دعويني. عايشك. نورتنا مدير فرعة تيسير في ابن خلاد. نشكرا نورنا. اه. بلحق خاطر برشة معانا يحبوا يعرفوا شنو اللي ساير وشنو القروض الصغرى خاصة نعرف واحنا مشكل بطالة في تونس مشكل كبير قاعدينو هربولو عبر القروض سعادل. راضي على الشركة تيسير في مخص القروض عاجبتني الخدمات عاجبتني انا. مرتحلة. واذا كما تديست ما مصداقية. طو معانا يجي تخلص في القرض الثاني. خاطر الثاني وعاد. اه. بلنسك كما ترى كش مصداقية في خدمة. ولا في شريكة ولا في حاجة. ما كش تعاملو زوز كيف ببعثك. اه. هي طو شنو ما كثيرت البونوكة اشنو اللي مابينة هاي والكليون. هي الثيقة. اه. اذا كما مثلا الثيقة مثلا مش خدمة راي. اه. اذا كنت رقبها مرتح فيها وعندك ثيقة هلك تنجي تكمل بها في اي ميدين. اه. قدت ربي شايقوه مشروعنا اكثر. اه.